السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إنك تعلم ما يفرحني وتعلم ما يشغل تفكيري وما يضيق به صدري يا رب وكلتك أموري فأصلح لي شأني كله اللهم لا تجعل حاجزا بين دعائي واستجابته واجبرني جبرا يليق بعظمتك يا أرحم الراحمين اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين ثلاثة نيسان إبريل طبعا اللي قرأوا المقدمة أو الغلاف بدهم يعرفوا إيش هو الخبر طبعا هو خبر يعني بيستاهل إنه تسمعوا لما نوصل للزوايا الكبيرة لأنه هذا الشيء شخص صديق إلي اتصل فيه تليفون فقال لي يعني أنت بتذكر الزهاوية دايما بتحكيه بأشياء بدك واحد يعرف يدقق ما بين السطور عشان يفهمها فأصدمني بخبر هيك يكون يعني مميز فقلت له خلص الحلقة الجاي فرح أصدمك بالخبر يعني ووضحه بشكل أوسع فقلت أصدمك معا يلا طبعا اليوم القمر موجود في برج العذراء وبما أن القمر موجود في برج العذراء هو الآن موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة سبعة واثنين وخمسين دقيقة من مساء اليوم الاثنين ثلاثي أربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدوهة والضرر والتصليح بما أن القمر موجود في برج العذراء معناته من عود الآن لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردة أو شاردة دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها وجود وهي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين شرب الكحول أو المهدئات وبوسع نقتناء حيوان أليف مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عملي جديد أما بالنسبة للزوايا الفلكية البطيعة طبعا في زاوية هي قائمة وفي زاوية اليوم ذروتها الزاوية القائمة هي زاوية التثليث الإيجابية اللي بين المريخ وبين زحل وحكينا أنه هاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم ستة أربعة هاي الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا وبتدل على نشاط ومردودية أكبر في صناعة الثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في البورصة وبتشهد البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني ماشي أنا هيك حكيت فركزولي على كلمتين أنا حكيتهم من ضمن هاي الموضوع اللي هو أول إشي مؤسسات الدولة ماشي نشاط بمؤسسات الدولة وأيضا استقرار اللي هي بتشهد البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني ماشي خذولي هذول الاثنتين وخلوهم طلوا حافظينهم أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم اللي هو انتقال العطارد طبعا الحلقة اللي نزلت على القناة عن انتقال العطارد هي فيها الحركة الأمامية وفيها الحركة التراجعية وفيها معلومات مفصلة فبنصح الكل إنه يسمعها عشان يتنبه من تحذيرات اللي رح تصير يعني في حركة أمامية وفي حركة تراجعية عشان تنتبهوا من الأمرين طبعا عطارد موجود في برج الحمل بده ينتقل الساعة أربعة وواحد وعشرين دقيقة بعد العصر لبرج الثور طبعا هو رح يكون على ثلاث مراحل حركته في برج الثور الحركة الأولى اللي هي من الآن اللي هو من اليوم ثلاثة أربعة لغاية يوم واحد وعشرين أربعة هاي حركة أمامية الحركة الثانية اللي هي الحركة التراجعية لأنه رح يتراجع عطارد في برج الثور رح يتراجع من يوم واحد وعشرين أربعة ليوم خمسة عش خمسة أما بالنسبة للحركة الثالثة واللي هي الحركة التقدمية اللي بدي يرجع للحركة الأمامية مرة أخرى اللي هي من خمسة عش خمسة لغاية 11 ستة بعدها يوم 11 ستة بنتقل لبرج الجوزاء هاي الحركة طبعا تفصيلها وأمورها وتأثيراتها وكل إشي على جميع الأبراج موجودة على القناة الآن طيب يجينا للزاوية اللي حفظ طول الكلمتين اللي حكيتهم ها سبنا نكمل أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل ذروتها وهي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين بلوتو في حلقة الأمس ولت إنه هي إلها أكم يوم بلشت تأثيراتها ما قبل التاريخ لغا 2 أربعة اللي أنا ذكرت الزاوية فيها ورح تستمر كمان أكم يوم اللي هي الزاوية المنفصلة وهي زاوية زاوية التربيع والنا بين عطارد وبين بلوتو واليوم ذروتها ساعة ستة وأربعة وخمسين دقيقة هاي زاوية قلنا إنها بتدفع على الكآبة والهم والشعور بالذنب وبتزيد من عنادتنا وبتسبب لنا نزاعات شديدة مع محيطنا بعض الأشخاص اللي عندهم ضعف في الشرايين أو في القلب أو في الأمور هاي ممكن إنهم يتعرضوا لأزمات أسبابها أزمات قلبية أسبابها العصبية أو حوادث عن طريق النار فقلنا إنه دوليا هي بتدل عن انتقاد الصحافة الصحافة ركزولي عليها لسلطات الدولة هاي اثنين بسبب تخاذلها في مكافحة الجريمة هاي ثلاثة وازدياد حوادث العنف والعدوان هاي بتحطولي علامات تعجب جنبها وقد يتم الكشف وقد يتم الكشف عن معلومات مخابرتية وقد يتم الكشف عن معلومات مخابرتية أو مؤامرات سياسية كانت تحاك في الخفاء ماشي هاي المعلومة مع هديك الأمن الوطني مع الدنيا هاي كلها طبعا وحكيت يعني أضعيف الاحتمال بوقوع بعض الزلازل أو بعض الحرائق ولكن إنه التركيز كان على الأمور لأنه هذا عطارد وهاي بلوتو خلني هسا أصدمكو بما إنه عطارد وعطارد معروف إنه هو كوكب سريع الحركة تأثيراته مباشرة إلو علاقة بالنشر إلو علاقة بالكلام بالتحدث بطريقة الإيصال المعلومة بالنقاش بالحوار بالأمور هاي وبالاتصالات والمواصلات وا 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 إلى ما لا نهاية وبرضو عنا بلوتو اللي بيهدم قلنا هذا بيهدم كل إشي وبرجع ببني من أول وجديد ماشي فهي أمرين طيب عطارد هاي إلو علاقة برضو بالسياسة وبلوتو هو زعيم السياسة والقرارات السياسية والأمور الحاسمة في الأمور السياسية طيب إيش اللي بتوقعه سعيد خلال فترة الأيام الجاية هاي إنه يصير بما إنه عطارد فبروط على طول الخط والشخصية إلها ارتباط بعطارد يعني الشخصية هاي إلها علاقة بالجوزاء أو بالعذراء ولكن طبعا بما إنه العذراء بعيد عن البيت اللي موجود فيه حاليا عطارد وبديدخل على البيت التاسع بالنسبة للعذراء فمعناته أشيل برج العذراء من الموضوع بركز على برج الجوزاء لأنه هو الأضعف حاليا من ناحية كثير من الأمور الفلكية طيب هاي جبنا عطارد وجبنا بلوتو اللي جاي في البيت التاسع اللي إلو علاقة بالبيت القضاء لما وليد برج الجوزاء أنا بحكي علم ماشي وترجع الدقيق من وراي طيب لما نقول عطارد جوزاء ونقول عطارد موجود وين بدو ينتقل من أمور يعني من بيت لبيت إلو علاقة ببيت المال وكان موجود بالحمل اللي إلو علاقة بالقيادات السياسية إلو بالحكومات فمعناته منقول إنه فيه شخصية سياسية مشهورة جدا وذات قدرها عالية من موليد برج الجوزاء رح تقدم لمحاكم أو مساءل قانونية ويحاسب على نوع من أنواع الخداع أو كشف معلومات كان هو يستند عليها وتقريبا أنا عارف الشخص ولكن بدأ أتركها حزيرهيك إلكوا أنتو هذا الشخص بتتوقع مين وهذا الحدث إذا صار مين الشخص هذا بدي تكتبولي في التعليقات عشان نشوف نربط هذا التحليل مع الإشي اللي بدي يصير خلال الأيام القادمة إذا ما صار إيش طبعا لأني أنا بسجل الحلقة قبل بأيام يعني خلينا نشوف هيك نتعاون مع بعض ونشوف مين هاي الشخصية اللي راح تصدمنا حتى بالمعلومات اللي راح تنفتح إذا صار هذا الشي المعلومات اللي راح تنحك إيش راح تعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية راح تكون بين القمر وبين أورانوس وهاي الزاوية راح تكون الساعة ثمانية وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات الضحة تقريبا ما قبل الظهر وبتستمر لغاية ساعات ما بعد منتصف ليل الاثنين على التلاثاء وهاي الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك وبرضو ورانوس في بيت المال يعني أمور لها علاقة بالقضايا المالية والاختلاسات والأشياء اللي زي هيك برضو يلا ها عشان نغششكوا كمان بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا البنكرياس الأمعاء الدقيقة الأعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم أجهزة الإحساس العيون الأذنين ماشي فهنا منيجي منلاقي أنه هدولا الأعضاء أكثر حساسية معناته لازم نوفر لهم العناية الإضافية خلال هذا اليوم واللي بيشعر بأي شيء غير اعتياد يراجع الطبيب وخصوصا الأمور اللي إلها علاقة بالكولون والجهاز الهضمي الاثنى عشر ليش؟ لأنه عشان عطارد والزاوية هاي فبسبب تهيج بالأعصاب برضو لهاي المناطق هذا اليوم طبعا مناسب لعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها برضو هذا اليوم يعني يصلح لها عمليات التجميل مثل الحقن مثل الجراحة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العذرة معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء أربعة أربعة بيبدأ خلو المسار الساعة وحدة وتسعة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة التسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعديها لبرج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره 13 يوم في تمام الساعة وحدة وواحد وثلاثين بعد الظهر بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 14 يوم نسبة الإضاءة بتصير اليوم 85% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد الآن بنسبة 60% ورح تضل طولة اليوم برضو نفس الإشي 60% القمر في العذرة حتى يوم أربعة أربعة سعيد الآن بنسبة 10% في ساعات ما بعد منتصف الليل بصير سعيد بنسبة 30% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% ساعات الظهر بترتفع نسبة السعادة لـ 70% وبتستمر لغاية ساعات المساء بعدين في ساعات المساء بتنزل نسبة السعادة لـ 45% عطارد في الحمل عطارد في الحمل وبدو ينتقل لبرج الثور حكينا ورح يظل في برج الثور بحركة أمامية لغاية يوم واحد وعشرين أربعة هو الآن سعيد بنسبة 85% في ساعات الظهر بصير سعيد بنسبة 45% الزهرة في الثور حتى يوم 11-4 منتحس بنسبة 10% المريخ في السرطان حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 43% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% قرنس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% إبلوتو في الدلو حتى يوم 30-4 سعيد بنسبة خمسة عشر في المية يا ريت ما تنسوا تحطوا لي لايك أو ديس لايك أو كومنت أو تسبوا عليه يعني اللي بدهم يسبوا عليه ما ينسوش يا جماعة الخير حب أذكركم يعني الله يرضى عليكم والله والله بتعب أنا وأنا بسجل لكم في الحلقات يعني والله بستاهل دعم يعني اعتبروها شحبي زكاة فطركم بارك الله فيكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيتراكم اليوم العمل عندكم أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم عشان هيك بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعالجوا المسائل الطارئة ممكن اليوم تتوصلوا لاتفاق بيتعلق بالعمل أو بأمور إلها علاقة بأحد الزملاء أو عمل جديد أو شغلات من هذا القبيل وبتقدروا تبحثوا عن حليف أو عن داعم واتجنبوا أهمش الإساءة للأصدقاء وشركائكم وزملائكم وبرضو انتبهوا لصحتكم من بعض التقلبات أو بعضهم ممكن يهتم برعاية صحية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحباكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم بهم فعشان هيك اليوم الأجواء جيدة على المستوى العاطفي والحضوض أيضاً وبيحيطك بالجو عامة بالحيوية والحماسة وبتقدروا تتابعوا أي مساعي اليوم للتوصل لاتفاق مثلاً أو مصالحة ولكن بدون عصبية زي معكينا وبرضو بيكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر أو فرها حضاً بالنسبة لإلكم وبكون هذا اليوم في نوع من أنواع الطمانينة والراحة أكثر من الأيام الماضية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً اليوم تنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية وبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تشعروا ببعض الحزن أو التعب أو تبحثوا عن ملاذ آمن أهم إشيء إنك ما تنتقد أقرب الناس لإلك في نوع من أنواع التوتر راح يكون على الصعيد العائلي بسبب ربك كثرة الضغوط والأمور الطارئة اللي ممكن تظهر خلال هذا اليوم فعشان هيك حاول أنك تضبط عصابك قدر الإمكان وحاول أنك يعني ما يكون لك ردات فعل سلبية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتكونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة في أمور إلها علاقة بالسفر داخل المدن أهم إشيء إنك ما تدخلوا في نقاش حاد مع إخوة أو مع جيران بتكثر عندكم الحركة والحوار والنقاش ورح يسجل لك هذا اليوم لقاء مهم أو اتصال مفيد وممكن اليوم تجري أبحاث أو مفاوضات ناجحة أو تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هذه الفترة أو الفترة المقبلة فالأجواء جيدة حتى على مستوى الامتحانات والمقابلات سرعة البديهة تنقذك من كثير مواقف برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بلكوا تخففوا من النفقات قدر المستطاع وحاولوا قدر الإمكان تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وحاولوا أنكوا تحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة بعضكوا رح يناقش موضوع مالي أهم إش أنكم ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل حاولوا أنكم ما تبذروا أموالكم وكونوا عاقلين ومتيقظين قبل التوقيع على العقود وحاولوا أنكم تحددوا أهدافكم لأنه شوي هيكة يعني في بعض المكاسب المالية اليوم ممكن أو يتحصل على بعض المكاسب هدية دعم شغل مالية هيكة أو ترتب وضع مالي ولكن المصاريف الموجودة ممكن يا تكون طارئة يا إما أنت تهرب من الواقع وتنزل على السوق وتصرف فلوسك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم بتشعروا بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمان الأمور القمر موجود عندكم بيعطيكم طاقة ممتازة جدا بتكون فترة مميزة بأداءك الفترة هيك واعدة بخبر أو بتسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة ممكن تطرح بعض الأفكار الجديدة أو تجتهد على إنجاح مشروع جديد في نوع من أنواع الحماسة والوضوح في الأفكار يعني حتى اليوم تشعر أنك مميز جدا حتى مع الجنس الآخر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيتطلب بينكم هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم ليش؟ لأنه القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك بسيطر التعب الشديد عليكم من وقت لآخر بتشعروا بالإرهاق أو يعني نوع من أنواع هيكي الطاقة الضعيفة أو الاكتئاب أو التقلب بالمزاج ممكن تفكروا في إلغاء المواعيد والابتعاد عن الأضواء حاولوا أنكوا تحموا نفسكم من المحتالين بدكوا تصبروا لغاية مساء الغد للأمر يوصل لعندكم عشان الأمور تتعود عشان هيك حاولوا أنكوا تشتغلوا بنمط روتيني عشان هيك اليوم تهدى وتيرتكم وتتراجع الأرباع والحيوية وأي شخص بيوعدكم بشيء يعني ممكن يخيب آمالكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا اجتماعيا وتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن اليوم يشاركوا في حفلة ومناسبة سعيدة أهم إشانكم ما تبقوا وحدين بل ساروا للمشاركة وإلعبوا دور بناء في محيطكم ومجتمعكم بتتمتعوا بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية بتكون واضحة وما بجوز تجنب يخذ القرارات يعني بمعنى آخر حاولوا قدر الإمكان تستفيدوا من علاقاتكم الاجتماعية خلال هذا اليوم وحاولوا قدر الإمكان أنكم تتواصلوا مع جميع معارفكم إذا كانت تلكم حاجة لمساعدة أو لدعم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم إشانكم ما تجاسفوا بسمعتكم أو حتى باستقرار وظيفتكم واتجنبوا التصرفات الإرتجالية ركزوا بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظموا أعمالكم عشان تقدروا تنجزوها بالكامل الموضوع بيتعلق بإنجازات اليوم ممكن تكافأ ممكن علاقتك مع المسؤولين تكون مميزة ممكن تجد عمل جديد إذا قدمت لوظيفة أو لعمل يعني لازم تستغلها على أي شيء ممكن يرفع من مستواك المعيشي أو العملي كعمل جديد أو أمور من هذا القبيل برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والعلاقة مع الأجانب ولكن بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة مع قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك رح يترك أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك وتعتبر هاي فترة إيجابية جدا أهم إيش إنك ما تضيع عليك الفرصة يعني بمعنى آخر اليوم مميز جدا في كثير من الأشياء اللي رح تكون فيها لصالحك ولمصلحتك لازم تستغلها ما لازم تخسر هذا اليوم ولازم تتحرك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر موجود في البيت الثامن فعشان هيك اليوم بتكون تتفحصوا حساب مالي مشترك خففوا من النفقات قدر المستطاع صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية حاول إنك تكون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به حاول إنك تبحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف ولا تهمل لا ملف ولا قضية الأجواء رح تظل مميزة على المستوى المالي ممكن تحل بعض المسائل المالية ممكن اليوم تحصل على بعض المكاسب أو الطالب بحق لا إلك فرح يكون مفيد برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر زي هيك موجود مقابلكم تماما فاليوم بتتركز جهدكم حول البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركائكم سواء في العمل أو العاطفة ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاولوا إنك تنسقوا بين مختلف الواجبات حافظوا على هدوءكم الكامل في هاي الفترة في نوع من أنواع الضغوط الأوضاع ممكن تكون صعبة لأن القمر مقابلك يعني طاقتك ضعيفة عشان هيك حاول إنك تعززها على مستوى الشراكة العلاقة الجيدة بدون مشاكل بدون عصبية بدون انتقادات واضبط عصابك عشان تكسب من هاي النقطة وحاول إنك تصبر يعني ولغاية بكرة المساء الأجواء بتبلش تخف أكثر فأكثر حطيتوا لايك وديسلايك والأمور هاي أنا عفكرة بتعرفوا ليش بظل أحكيه يعني هاد أنا بستفز الأشخاص اللي بحطوش يعني مش إني بذكرهم عشان يحطوا لا أنا عارف إنه في ناس ما رح تحط وبعرف إنه في ناس جكر ما بدها تحط وأنا لما بحكي إنه هيك هي نوع من أنواع الاستفزاز هيك حر أنا بدي أستفزهم يعني عادي جدا مزاجي رايق اليوم معلش الله يرضى عليكم جميعا يا ريت اللي يعني واللي بحب يكسب أجر في هذا اليوم يصلي على رسول الله اللهم صلي على محمد وآل محمد هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء